هبطت طائرة عسكرية سنية في عاصمة كمبوديا بنو بنا وعلى مثنها ست مئة ألف جرع من اللقاح السنية الذي تورته شركة سينوفام رحب رئيس وزراء كمبوديا هونسين بوصول اللقاح السنية معبران عن شكره على هذه التبرعات السنية وستبدأ عملية تطايم موظف الرعاية الصيحية والجنود في يوم الأربعاء المقبل ضمن خطة تطايم 13 مليون شخص أي 80% من سكان كمبوديا